اشتركوا في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد إذن نص الانطلاق قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان الآية 33 ثم أيضا قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سورة الأنعام الآية 60 إذن أولا سنعرف بالإيمان وثم سنحدد شروطه ألف تعرف الإيمان لغة التصديق واصطلاحا اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ثم ذا شروطه العلم المنافي للجهل التصديق المنافي للشك الدعوة إلى دين الله والصبر على الأداء كخلاصة عامة الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ثانيا مفهوم الغيب ودلالة الإيمان به ألف الغيب لغة إذن تعريف الغيب لغة الشك واصطلاحا هو كل ما غاب عن حس الإنسان ولا يمكن إدراكه إلا عن طريق الخبر اليقين وهو قسمان غيب مطلق وغيب نسبي الآن سأنتقل إلى خلاصة عامة إذن مفهوم الإيمان بالغيب هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مما لا سبيل إلى إدراكه با دلالة الإيمان بالغيب لماذا نؤمن بالغيب هذا سؤال قد يطرح إذن فالإيمان بالغيب جوهر الفكرة الإيمانية وأساس العقيدة الإسلامية الإيمان بالغيب به نسلم بما وردنا عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالغيب أساس التفرق بين الإنسان العاقل وباقي المخلوقات لأن الشيء الذي يميز الإنسان عن باقي المخلوقات هو العقل ثالثا أثر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك ألف على مستوى التصور الشعور بالتكريم الإلهي ومراقبته الشعور بالطمأنين والأنسي إعطاؤه معنى إيجابيا للحياة بيان الغاية من الخلق إدراك الحياة الدنيوية وأثرها في الفوز بالحياة الأخروية تلبية الشعور بوحدة المعبود والمصير وتشارك الإنسانية في تحقيق الصلاح باء على مستوى السلوك الاستقامة على أمر الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه التخلص من العجز والكسل وتحقيق الفاعلية والرسالة الإيمان الصحيح بالغيب حصانة من الوقوع في الخرافات والشعوذة إذا في الأخير إذا اكتفيتم بهذا الدرس واكتفيتم بهذه العناصر التي قدمتها في هذه الحلقة فسيكون كافي وكافي جدا للاستعداد للمتحان الجهوي وفي الأخير إن كان هناك سؤال لا تترددوا أن تتركوه في التعليق وإلى فيديو آخر إن شاء الله